السلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك تجهيزات العيد المفروض الفيديو ده كان ينزل من المفارحة لكن نظرة لضغوط التجهيزات الوقت كانت أخر جدا لغاية ثلاثة صباحا فما رحقتش أن أنا أمنتش ونزل هشوفوا التفاصيل معنا في الفيديو وفيديو الحفلة إن شاء الله ينزل بكرة بدأنا وإحنا في الشغل طبعا استغلت صديقاتي وزميلاتي في الشغل أفضل استغلاق وكالعاد لازم أنسى حاجة أخدها معي فأنسيت الحاجة اللي هعمل بها الدارة بتاعتني موش أنسى فلاقيت مجف استغلنا يعني ولله الحمد هنا بدأت أرسم دور كتير 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 إحنا كان غصبا عننا بنا نشغل في الشغل فاللحظة اللي بنفضاها نعمل فيها حاجة سريعا كده فماليت اللوحة دور 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 وودتها لزميلاتي جزاهم الله عننا خيرا يا رب إن شاء الله هم شاركوا في الأجل اللي قصت واللي كانت بتفتح حتها بالأم اللي كانت بتفتح حتة بالمشرط عشان ندخل البلونة نعمل لسان سغلنا كده واللي بترسم واللي اشتغلت بمسدس الشامع يعني جزاهم الله خيرا وأهم حاجة بنا نسيتها هي إن أنا ما أخدتش الشوكولاتة معي فخرجوني أروح أشتري شوكولاتة وارجع لها بونبوني بس وخليت الشوكولاتة بقى زي ما هتشوفه ببقية الفيديو إن احنا رزقناها بشامع وبعدين جات الفكرة إن أنا أجيب عصى الشيش طوق لأن الشكل ده زي ما أنتوا شايفين كده كنا هنكتفي به كده مع البلونات بس حاسيت إن هو بسيط جدا 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 عن الأعياد اللي فاتت إن كنت بعمل فشار كنت بوزع شوكولاتات وكان أحيانا كيك يعني كان فيه اهتمام أكتر هو الحاجات غصبة عني غلت الضعفين والتلاتة حتى كيس البلونات سعره زاد بطريقة فضيعة فكانت صدمة بالنسبة لها ما كنتش عاملة حسابي لكن الحمد لله يعني ربنا يسرها والآخر لحظة يعني يعني آخر يوم في رمضان آخر يوم في رمضان خلاص المغرب أزن وأنا حرفين جاية مشتق وموصلة الحمد لله ربنا ألهمني أجيب كياس عصر ششتا ووك وأجيب أكياس مصصات وأنا طبعا كنت جايبة الشوكولاتات بتاعت العيد فاستخدمت ده كله الحمد لله وهتشوفوا الشكل الجميل اللي هيطلع معنا في الآخر آه هي برضو بسيطة بس حاجة هتفرح الأطفال والحمد لله رب العالمين اليوم عدى وكان جميل خالص هنا بقى البلونات اللي هما بيبقوا مبسوطين فيها وفي نفس الوقت بيتخنقوا كتير هتشوفوا حوادث كتير دلوقتي يعني فالله مستع بإسبوعين قبلها ننفخ البلونات قمتها هنجهز للحفلة ولا لا أنا عايزة أقول لكم أن أنا أصلا ما كنتش هعمل آآ يعني حرفيا ما كانش معاين أنا أعمل خالص آآ كانت الدنيا آآ مزنة معايا شوية وكنت متضايقة جدا 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 من جواي بس الأطفال يقابلوني في الشارع هنعمل حفلة هتعمل حفلة آآ طب آآ احنا هنزعى لما تسافر عشان الحفلات ده بتعمريها أثر في نفسيتي الحمد لله رب العالمين ربنا يسرها المرتب نزل الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقدرت أن أنا أعمل ربنا أقدرني بفضل الله تعالى وقدرنا أن أنا أجيب البلونات والحاجات البسيطة دي وأدعو الله عز وجل أنه هو يزيدني في عيد الأطهى أعمل لهم حاجة أحلى من كده بكتير ويعوضهم عن المرة دي إن شاء الله هو العدد رهيب العدد كل عيد بيزيد كتير جدا عن العيد اللي قبله فالله مستعان ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب يعني دايما نكون سبب في إدخال السرور على قلب الأطفال وقلب الكبر قبل الصغيرين هنا بقى اللي هو كنت خلاص زي ما قلت لكم استكفيت بالشكلة أنتم شايفينه هنا بقى كنت خلاص جبت المستصات وجبت الشوكولاتات وجبت عصا الشيش طوك هتشوفوا الطريقة معي دلوقتي طبعا هو الشمكة نقرب يخلص مني فكنت محتارة فجات لفكرة أن أنا أربط كده في عصا الشيش طوك إن شاء الله للمرة الجاية تكون الفكرة أفضل ونعملها حياة ده بقى اللي عملنا في الشغل يعني جزاهم الله خيرا زميلاتي يعني يا رب أنك تبقى أجرهم يا رب ده كده اللي خلصنا في الشغل فأنجز معنا كتير جدا لأن اللي كانوا شغالين معايا كلهم أطفال فكان صعب جدا أن هم هيعرفوا يرسموا ثلاث سوء ومسدس لشامهم هم مصممين أن هم يعملوا ويجربوا وأنا كنت بسيبهم يجربوا عشان يرتاحوا فكانوا بتلاسوا فكانوا بيسيبوا المسدس فالفكرة زي ما انتم شايفين كده بسيطة خالص أهو هنرزق بها الشوكولاتة الجنبية بتبقى عايزة تتمسك آآ سويا كده لغاية ما تنشفقوا معاها المصص فالحمد لله رب العالمين ان ربنا ألهمني ان انا أزود الشكل كده فبقى الشكلة أحلى وبقت يعني تحسوا ان هي مستهلة شوية يعني فالله مستعين هي بقت كده شكلها أحلى بس طبعا الشبع ما كفاش فاضطرين ان احنا هنربط في الآخر اللي هو الشكل النهائي اللي هتشوفوه في نهاية الفيديو ومن سعادة الاطفال ومن ادخال السرور على قلبه منكم تخلوهم يشاركوا في الحاجات دي انا رتال اول سنة عملتها كانت صغيرة جدا الحمد لله رب العالمين يعني ده خامس عيد نقضي في مصر ثلاث عيد فطر يعني احنا كده داخلين في الثلاث سنين لما عيد الاطحى ان شاء الله بعد العيد الاطحى هيبقانها في شهر ثماني الجيه ثلاث سنين في مصر ففرق ثلاث سنين هي ما شاء الله كبرت فما كانتش بتعرف تشارك حاجة بالعكس انا كنت بوزحها عند ماما وعند خالتها لغاية ان انا اعرف اعمل حاجة وهم دلوقتي ما شاء الله بدأوا يكبروا ويفهموا فبدأوا يشاركوني يا ارزان لسه شوية بدايقني شوية زي ما انتم شايفين كده بس بحاول اشغالها بقى حاجة هاتي لي زوزو كزانا ولين يا ارزان كزانا فالحمد لله رب العالمين وهنا بقى كان الشكل النهائي بعد ما اخذت الشاور بتاعهم وحطوا الحين اللذيذة الجميلة نسيت تصور كل ده لوقتها اصلا كانت زنع خالص ويتوت حجم بها رحت بقى قلت اصور بقى فيديو الانتهاء طبعا كنا نفخنا البالونات وجهزنا كل حاجة فالمفوط بقى ان انا كنت هدخل انام الساعة وصل التلاتة وانا ما نمتش اللي هو وقت الصحور اصلا عندنا فالله المستعى انتظر بقى فيديو الحفلة وربنا تقبل منه واياك اشتركوا في القناة